تعريف والله الذي لا إله إله لم أجده إلا لرسول الله والله هذا التعريف لا يقوله إلا نبي وإلا رجل رباني متأله أوفع الغاية قال ابن مسعود فخيل يا رسول الله قال له رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعلوه حسنةً قال ليس ذاك ما الكبر مش هذا الكبر إلبس أحسن لباس إركب أحسن سيارة عيش في قصر يا سيدي سليمان عليه السلام مش كان عنده قصور مسلط في الإنس والجان وهو من المتواضعين لله رب العالمين ومن الزاهدين أيضاً في الدنيا تبهوا نفهم الدين بشكل صحيح نبي قال لا لا مش هذا هو إلبس أحسن لباس أحسن نعال إركب أحسن المراكب مش هذا الكبر إذن ما الكبر يا رسول الله قال الكبر بطر الحق وغمط الناس الله الله بطر الحق أنت عالم أو يقال إنك عالم أو ترى في نفسك عالماً أخطأت رددت على الصلاة المستقيم قلت لا 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 غير صحيح أنتم مخطؤون يا أخي بالدليل واضح أنك أخطأت كبير جداً عليك أن تعترف متكبر متكبر لو كنت متواضعاً لخلت مباشرةً له ولو كان خصماً لك وقد نال منك نعشك الله يا أخي بالحق كما نعشت لي جزائك الله خيراً لقد رفعتك شفت العمى عن عيني بارك الله فيك أنا راجع من فوري هذا هو التواضع لله يعني من أنت؟ في صحيح مسلم وعند الترمذ وغيرهما يقول الله تبارك وتعالى العز إزاري والكبرياء ردائي العز حقيقي لله الكبرياء لله يا ابن التراب ومأكل التراب غداً أخصر فإنك مأكل ومشروب لا يحق لأحد من البشر أن يتكبر من تراب إلى تراب لماذا تتكبر؟ ولا استخالنا حتى وفقير وجاهل أيضاً تجهل أكثر بكثير مما تعلم وتفتقر أكثر بكثير مما تملك وتغتني في وهمك مسكين الإنسان على كل حال قال فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار الله شيء مخيف تنزع الله العز أو الكبرياء وفي رواية قصمته ولا أبالي قصمته كسر ظهرك يذلك عز وجل مباشرة قصمته ولا أبالي كبر الشيء خطير جداً يا إخواني الآن جربوا عيروا أنفسكم بهذا المعيار المحمد المصطفوي قل نفسك هل أنا متكبر أو متواضع إذا ظهري الحق أعود إلي أو لا أعود بعدين مشيكه بس هل أنطق بالحق أو أخفيه قلبي يقول لي والله هذا حق لا ما بديش أقول لأنني أحسده أغار منه سببته بالأمس أمدحه اليوم مش هرجع أي متكبر مش هتخوش الجنة بمو لأنه هذا مش متخل ذرة هذا أرطال من الكبر أرطال وأطنان أحياناً من الكبر لا مش قادر أرجع أنا لرطف حق وأخوي هذا بدي أعتذر له أو ما ما أعتذرش أنا أعتذر له هو جاهل وأنا عالي هو فقير وأنا غني هو مش سيد شريف وأنا من نسل الرسول وهكذا مثل هذه الجنونيات أنا أعتذر له أعتذر لصرمايتم أنت حكما قال وأبذر إنك امرؤ فيك جاهلية قال على ساعتي هذه يا رسول الله مع كبل سني بتقول لي أنا شيخ عجوز سرط شيخ كبير يعني عفوا شيخ كبير بتقول لي فيك جاهلية قال له نعم عيرته بأمه ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى يا رسول الله يا حبيب يا رسول الله يا حبيب يا محمد يا معلم الناس الأخلاق الصحيحة ما في هذا بلال إبن الرباح إبن السوداء هذا أبو ذر الغفار سيد بني غفار القبيلة الجبار المهيبة عند العرب قطعطوه كانوا في الجهل لا لا ما فيه كلام هذا عدل ولو على أنفسكم على كبار سني قال له آي فيك جاهلية لسه ما زال فيك لم تتمحض لأخلاق الإيمان لأخلاق الإسلام أخلاق الله هذه أخلاق ربوبية هذا الإسلام يا أخواني هذا كما أقول مئة مليون مرة مش فلسفة هذا مش عيدروجة دين إلهي هذا وآخر دين آخر شرع هذا فخذوه بقوة بالله عليكم وعليكم خذوه بقوة لكي تسعدوا به لكي تشففوا به بالدنيا والآخرة والله لن يكون أحد أسعد منكم ولا أشرف ولا أعز منكم لو أختموه بصدق حقيقي يا أخواني اللهم عنا جميع على ذلك وجمعوات فما كان من أبي ذر إلا أن وضع رأسه على الأرض وأقسم بالله لا يرفعها حتى يضع بلال رأسه بحذائي رضوان الله على أبي ذر هذا هو الخضوع الحق خلاص غلط فأخوي صور ما يتأعلى مني حتى يغفر لي حتى يجعني في حل مش الكبر والانتفاخ الفارغ قدفته في النار الله يقول قدفته في النار الكبر كبر كم يسقط من نظري أخوان شد ما رأيته شد شد وكثر ما رأيته جليل عظيما حين يفوه بكلمات أرى فيها الكبر من عن تقول لي هذا من أنت ومن أنت يا عيب يا عيب عليك يا ابن الإسلام تقول هذا للناس من أنت ويه ككذا تقول هذا للناس من أنت ليش ماذا صرت أنت إله من الآله يا رجل تواضع لله كن دائما متواضعا إذا حل الله في قلبك كنت دائما متواضعا ربانيا وذليلا لله وذليلا للمؤمنين من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة الله يقول أذلة اللهم اجعلنا كذلك أذلة على المؤمنين لأخ المؤمن لأنه هذا مؤمن يحمل نور الإيمان في قلبه يحمل شعار التوحيد نور الأسلام أنا ذليل له سأعينه على طريق الله ويعينني إن شاء الله لن يشمخ بعضنا على بعض ترجمة نانسي قنقر